نعم طبعا هذا يدل بأن التنظيم لا يزال نشط ولا يزال هناك قيادات من التنظيم موجودة في المنطقة سواء بهذا العراق أو القيادة الداعشي الذي يحمل الجنسية العراقية والذي أيضا جرى مقتله بعد أن قاوم حقيقة الأمر قوات التحالف الدولي في بلدة جيرزي بريف دير الزور الشرقي هذا شخص من الأشخاص المتوارين في المنطقة والتنظيم أعتقد بأنه لا يزال نشط ولكن يعمل كخلايا نائمة هذا الرجل زوجته وعائلته موجودة في مقيم الهول على ما يبدو عرف مكانه نتيجة التواصل مع عائلته في مقيم الهول الاستخبارات توصلت إلى مكان تواجده كانوا حاولوا اعتقاله إلا أنه قاوم وقتل من قبل التحالف الدولي نعم سيد رامي لم يكن هناك ذكر من قبل المرصد لمشاركة قصد في هذه العملية هل لم يكن هناك أي مشاركة وكانت حصرا قامت بها التحالف الدولي العملية الإنسان هي من قبل التحالف الدولي ولكن التحالف الدولي بدون الاستخبارات قصد وبدون مشاركة من قوات سوريا الديمقراطية لا يستطيع تنفيذ أي عملية كون أن التحالف الدولي بالنهاية هم ليسوا من أبناء المنطقة ليسوا على دراية بالمنطقة مثل قوات سوريا الديمقراطية حتى عندما كنا نتحدث عن قتل الخلفاء التنظيم أو القاضي التنظيم حتى في إدلب وغيرها كانت بالتعامل مع استخبارات قوات سوريا الديمقراطية يعني قوات سوريا الديمقراطية هي لها الدور الأكبر بعملية قتل قيادات التنظيم نعم سيد رامي كما تعلم حضرتك سنوات والعمليات مستمرة لتتبع والقضاء على ما تبقى من خلايا تنظيم داعش اليوم برأيك سيد رامي ما هو التقييم هل ترى بأن قوات التحالف وقوات قصد على مستوى مناسب بما يقوم به من عمليات بالرغم من هذه السنوات لا تزال هناك عناصر تقوم بعملياتها في المنطقة يعني دعينا نتحدث بواقعية طبيعة تركيبة المنطقة يعني تجبر قوات سوريا الديمقراطية بعدما القيام بعمليات كبيرة في المنطقة كون أنه في حال تم اعتقال أشخاص وتبيننا سلاحقا بأنهم ليسوا من عناصر التنظيم سيكون هذا الأمر سيكون يعني إشكال لدى قوات سوريا الديمقراطية والقول بأنها تعتقل الأهالي وإلى آخر من هذه الحملات ستكون ضدها من قبل يعني الماكينة الأعلامية التركية أو الماكينة الأعلامية التابعة للإتلاف أو للنظام حتى لكن يعني قوات سوريا الديمقراطية تقوم بعملها لكن بالنهاية إذا ما كانت روسيا وإيران والنظام فشروا بالقضاء على التنظيم في مناطق النظام ما بالك أن تقوم قوات سوريا الديمقراطية لوحدها بدون مساندة التحالف الدولي بالقضاء على التنظيم المتغلغل بشكل كبير جدا والمنتشر كخلايا في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وخير دليل على ذلك هذا العراق الذي كان متخفي في هذه المنطقة ولولا يعني معلومات استخباراتية عن طريق زوجته لما كان التحالف الدولي وصل إليه نعم طيب سيد رامي برأيك ما هي العوامل المساعدة أو المغذية التي تشجع عناصر داعش على القيام بهذه العمليات ليس في مناطق شمال وشرق سوريا حصرا يعني في بادية تدمر في مناطق ريف حمص يعني وهذه العمليات التي تكون يعني مكثفة ضد قوات الحكومة السورية يعني عندما تم القضاء على التنظيم كمسيطر على مناطق أهولة بالسكان نعتقد في العام شهر آزار مارس من العام 2019 حينها كان هناك العشرات الآلاف من التنظيم تواروا يعني اختفوا في هذه المناطق ليقول للبعض بأنهم باتوا ضمن يعني الأهالي لكن هؤلاء عادوا للعمل هؤلاء يعني العوامل هي موجودة التنظيم فكرا موجود ولكن عندما تحيين الفرصة يقوم بقتل سواء المدنيين في مناطق النظام سواء عناصر النظام أو حتى بقلة قليلة العناصر الموالية لإيران وحتى لم تسلم الأغنام من قتل التنظيم وإبادة التنظيم وسرقة الأغنام في البادية السورية نعم من جوفينتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك